اهلا بكم في قناة مساء الاخبار واهلا بكل المتابعين والمشتركين في فيديو مهم جدا عن توقعات ابو علي الشايباني وتحذيرات مهمة لبعض الدول العربية عن زلزال عظيم ممكن يحصل في الفترة اللي جاية تسبب فتو سونامي رهيب خصوصا لبعض الدول تعالوا نشوف ايه الموضوع و ايه الحكاية ولكن قبل ما نبدأ بفكركم بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ويا ريت نعمل لايك وشير للفيديو عشان يوصلكم كل جديد ابو علي الشايباني الحقيقة سنة 22 كان قايل كده في توقعاته ان شايف ان البحر بينحصر وبيبتلع الماء ارى البحر ينحصر قال كده عن معلمه معلمي يقول ان البحر هينحصر ويبتلع الماء وهنشوف الشواطئ فضية وايضا هيحصل بعدها الزلزال عظيم جدا هيؤدي الى موجة تسونامي تبتلع لبنان قال كده بالنص خصوصا دولة لبنان وما كانش السنة دي يعني على سنة 22 يعني السنة القادمة اللي هي سنة 23 السنة الحالية الموضوع وإيه اللي حصل الايام اللي فاتت او تقريبا من حوالي اسبوعين تقريبا الناس اللي امتابع الاخبار سمعت عن انحصار مياه البحر في شواطئ البحر المتوسط خصوصا في مصر وفي لبنان وفي كذا دولة تكلموا ان البحر المتوسط كان فيه مد وجزر كبير جدا وبسبب وما انحصرت بشكل غريب جدا وكأنها علامة على زلزال هيحصل او نقدر نقول انزار عن حاجة هتحصل في البحر المتوسط وطبعا كل اللي كان بتابع البرامج بتاعتنا او الفيديوهات بتاعتنا لنزلنا الفترة الاخيرة وخصوصا شفنا الانشطة الزلزالية شفنا قد ايه ان الزلزال الاخير لدرب تركيا وسوريا مؤثر كمان على اليونان وابروس وعدة دول وفيه انشطة زلزالية كتيرة جدا من ناحية اوروبا بالذات وده شفناه بعينينا على الخريطة الزلزالية ففيش نشاط بيحصل حاليا في البحر المتوسط او ما فيش زلزال زي ما هو شرح بس ممكن يكون العلامات اللي بتظهر قدامنا دي من حصارة المياه في الشواطئ خصوصا في لبنان ومصر بيدل على ان في حاجة بتحصل تحت الارض في البحر المتوسط ده لو حصر على حسب كلام ابو عالي الشايباني قال هيحصل بعديها مية يعني تسونامي رهيب جدا هيؤثر على لبنان وهيؤثر كمان على فلسطين المحتلة او ما تسمى بنفسها باسرائيل منطقة دي بالذاتة تتغرق جامد جدا جدا وبعد التوقعات اللي هو قالها ان الزلزال ده ممكن يكون كمان مش زلزال عادي ممكن يكون مفتعل يعني بضربة معينة في البحر تؤدي الى حدوث تلك الهزة او الزلزال الرهيب اللي ممكن يتسبب بهذا التسونامي اللي شرح عنه وقالت ساعتها لو تفتكروا ان بيقول اللبنانيين ان هم اللي هيبتدوا يجروا ناحية الجبال او هيكونوا ناحية الجبال هم اللي ممكن يتنجوا من هذا التسونامي الاماكن المرتفع يعني لان الموج اللي هتبقى جاية هتبقى عالية جدا هتبتلع العديد من الاماكن او المناطق داخل لبنان وده على حسب كلامه طبعا احنا منتمناش ده يحصل ولكن احنا منقلكم التوقعات وده اللي خلينا ارجع اتكلمكم عن التوقعات دي بعد الاخبار اللي بتتكلم عن انحصار المياه من الشطقات ممكن تكون الماء رجعت دلوقتي تاني اللي وضعها طبيعي ولكن دي مجرد علامات بتحزرنا بان فيه انشطة زلزلية ممكن تحصل في البحر المتوسط او ضربة مفتعلة الله واعلم تحصل في تلك المنطقة خصوصا انها بقت ضعيفة بعد الزلزال الاخير في ان اي ضربة او اي حاجة في النقطة معينة في الصدع اللي موجود تحت في البحر المتوسط ممكن يتسبب في زلزال فبعديها ممكن يبقى ليه ارتداد كبير جدا في البحر يتسبب بتصنيم فدي حاجة مهمة جدا وهقول لكم كمان اتكلم عنها ازاي في توقعاته حتى في ليلة رأس السنة العام 23 كان قيل كده بالزبط على دولة لبنان انفجارات في بعض اجزاء من لبنان وهزاك تؤثر على لبنان من البحر وهيكون اثرها اشد من انفجار مرفق بيروت ومن ناحية تانية كان قيل في توقعاته لدولة ايران ان ايران ستنتصر هذه المرة وستتصعد الى السماء عندما يحدث زلزال في البحر على العدو يقصد العدو الصهيوني عندما يحدث زلزال في البحر على العدو زي ما انتوا شايفين يعني هو قيل انها يحصل زلزال هيأثر في البحر هيأثر على دولتين لبنان وفلسطين المحتلة مش دولة طبعا بس عامة في المنطقة دي منطقة لبنان وفلسطين المحتلة دي اكتر الاماكن اللي ممكن على حسب كلام وتوقعات وتتأثر بهذا الزلزال العظيم فربنا يستر بجد على تلك المناطق غير كده كمان برضو من ضمن الحاجات والتحذرات اللي حذر عنها طبعا تركيا عفين دمرت خصوصا من ناحية الجنوبية من ناحية كهرامان مرعش والمناطق اللي حواليها وغازع انتاب وهكذا ولكن قال غير هذا الزلزال اللي انا توقعت وقلت ان قريب جدا هيحصل وبالفعل كان اي الكلام ده في لتر اس سنة قال في زلزال تاني هيبقى اقوى يعني الزلزال القادم على تركيا هيكون اقوى من هذا الزلزال بس هيدرب المرة دي مدينة اسطنبول وهتتحول الى مجبرة منها فيها يعني محدش هيقدر يعمرها او يعمل فيها اي حاجة هتفضل كده زي ما هي زي والله هيعد عليها السنين وتفضل زي ما هي كده محدش هيعمل فيها حاجة هتبقى مجبرة بسبب البنيان اللي فيها منها فيها هتتدفل منها فيها فدي حاجة صعبة جدا وقال هيحصل فيها الزلزال على مكيس 12 ريختر وهيقلب عليها سفلة فتخيلوا سبعة او تمن درجات اللي حصل عمل ايه فتخيلوا لو 12 ريختر على كلامه هتبقى النتيجة شكلها ايه يعني هتبقى صعبة جدا فالكلام ده هيحصل فيه كمان مدينة اسطنبول بتركيا الزلزال القادم اللي هيبقى جديد جدا هيبقى في تلك المدينة وكأنها يوم القيامة يعني وصف الزلزال ده اللي هيحصل كأن يوم القيامة وبيقول ان شايف جبلين بيتساوي مع بعض يعني تخيلوا كده جبل وجبل وفي النص فراغ فالجبلين دول بيجوا على بعض لغاية ما اللي موجود ما بينهم في الوسط ده ميبقاش موجود فده وصف صعب جدا اللي ممكن يحصل فيه اسطنبول على حسب كلامه او توقعاته اما بقى عن التول اللي نبه عنا فيه ترأس السنة وقال ممكن تصبها الزلازل في تلاتة وعشرين قال العراق قال هتصبها تلات زلازل اتنين اه في ناحية السليمانية وفي واحدة ناحية ايران ناحية ايران كده تلات هزات ارضية اولة قرب الحدود مع ايران واتنين في السليمانية وما بعدها يشعر بها اهل بغداد والنجف اما بالنسبة لايران قال نشايف عشرين هزة ارضية في ايران اه وكمان اتكلم عن دولة اخرى هي دولة الامارات الامارات برضو قال فيها برضو اه هيحصل زلزال برضو ناحية البحر هيبتلع بعض الاماكن وهيكون صعب والجزائر هيكون فيها برضو هزات بسيطة اه مش هتعمل فيها حاجة يعني بس ممكن هوقال كده الجزائر بيكون صامد ومكتفي الا بوجود هزات بسيطة تراح ما بين الستة والسبعة الاختر مش هتقصر يعني اه ايضا اه زي ما اقولت لكم الامارات فيها زلزال في عرض البحر هيكون شديد وايضا لبنان زي ما احنا قلنا واتكلمنا في بداية الفيديو وتركيا قال تركيا مليانة بالهزات والزلازل الكبيرة وده بالفعل التحقق وشفناه بعنينا وعامتا السنة دي كان ايل عنها ان السنة دي الاحداث والزلازل في العالم ستكون مرعبة مرعبة هذه السنة وهتكون مدمرة اكثر مما جمعت في كل العالم هذه السنة وبالفعل كلامه بيتحقق فهل فعلا الزلزال العظيم اللي هو بيقول هيحصل في البحر المتوسط وحيبتدي يغرق لبنان باكملها وكمان فلسطين المحتلة هل ده حقيقي ولا لا وبيستشهد بكلامه بانحصار المياه في شواطئ لبنان وبعض الدول العربية بسبب ان في حاجة بتحصل في الارض وممكن بعدها يحصل زلزال وهذا الزلزال يعمل تسونامي عظيم شكرا لحضراتكم انا بتمنى الخير لكل الناس واذا ما احنا بنقول ترقبه او احذره ولكن ما نعتبرش الحكاية حقيقية قوي ده مجرد توقعات ممكن تحصل وممكن ما تحصلش لان العلم واحده بيد الله شكرا اشوفكم بخير في فيديو جديد على قناة مساء الاخبار